السلام عليكم معكم دري احمدك رأينا في الحلقة السابقة كيف قمنا بإنشاء حساب على موقع كانفا اليوم سوف نرى المقاييس المتعلقة بمقالات أبلوغر يعني لم نتطرق إليها في الحلقة السابقة بشكل عميق لكن اليوم سوف نرى هذه المقاييس بالنسبة للمقاييس الخاصة بالصور داخل المقال هناك نوعين من الصور الصورة الرئيسية وصور داخل المقال يعني الصورة الرئيسية تأتي في أول المقال والصور الداخلية تأتي داخل المنشورات أو داخل الفقارات بالنسبة للمقياس الأول الخاص بالصورة الرئيسية يجب أن لا يقل عن 1200 بيكسل في العرض وفي الارتفاع 630 يعني هذين المقياسين الخاصين بالصورة الرئيسية أما بالنسبة لي يعني مقاييس أو مقياس الصور الأخرى يجب أن لا تقل عن 700 بيكسل 700 بيكسل يعني بحجم المحتوى بحجم المحتوى أو بعرض المحتوى أما بالنسبة لي المقاييس الأخرى والمقياس الذي أستخدمه أنا شخصيا من إحدى هذه المقاييس هذا هو المقياس الذي أستخدمه شخصيا المقياس الأول هو يعني 120630 هذا للمقياس الأول بالنسبة لي المقياس الثاني 640-360 المقياس الثالث وهو 560-320 المقياس الرابع 650-315 بالنسبة لي المقياس الأخير 500-300 يعني هذه المقاييس يمكنك استخدامها داخل أو للصور داخل المقالات بشكل عادي جدا ويتم أرشفتها وتصدرها في محركات البحث يعني يمكنك الاعتماد على هذه المقاييس يمكنك استخدام أي برنامج تصميم لصناعة هذه الصور تكلمنا سابقا عن أربع برامج للتصميم وقمنا بشرحهم يعني كل برنامج أو كل تطبيق أو موقع قمنا بعمل به صورة ورأينا ذلك في الفيديوهات السابقة بالنسبة لي برنامج الذي استخدمناه آخر مرة وهو برنامج Canva لم نقم بشرحه كفاية لكن يمكنك يعني البحث فقط حتى تطلع على المزيد من التفاصيل بالنسبة لي إنشاء يعني تصميم جديد فقط تقم بالضغط هنا على Create وتقم بالضغط هنا على Customer Design وتقم بكتابة الأبعاد التي تريد بالنسبة لي الأبعاد الموصة بها هي 604 بهذا الشكل وتقم بالضغط على Create Design أما إذا أردت استخدام تصميم آخر أو بالنسبة للتصميم الذي أستخدمه أنا شخصيا 640-360 هذا المقياس الذي أستخدمه شخصيا يمكننا إضافة من هنا نص بهذا الشكل نقوم بكتابة أي نص على سبيل المثال نقوم بكتابة اسم المدونة الخاصة بنا بلوغ هكذا Xtool هكذا على سبيل المثال نقوم بتنسيقه هكذا نقوم بتغيير لون الخلفية من هنا هكذا نقوم باختيار هذا اللون على سبيل المثال نقوم بتحديدها وعمل تغيير اللون الخاص بها من هنا نختار اللون الأبيض على سبيل المثال أو الأزرق الأبيض بهذا الشكل اخترنا اللون الأبيض انظر نقوم بعمل حدود لهذه الصورة نقوم بالضغط عليها مرتين والتوجه إلى Effect ونقوم باختيار الحدود بهذا الشكل نقوم بتغيير لون الحدود إلى اللون الأسود هكذا ونقوم بتكبير هذه الحدود بهذا الشكل انظر يمكنك إضافة أشكال أو أي شيء على الصورة حتى تصبح بشكل جذاب نقوم بالبحث عن رجل رجل هكذا المعزيرة نتوجه هنا أولا وبعدها نقوم بالبحث رجل هكذا نقوم بهكذا نقوم بالضغط على Add New هكذا ونقوم بسحب من هنا إلى هنا هكذا يعني إلى التصميم الخاص بنا كما نرى هنا تظهر Canva على الصورة التي أخذناها هكذا ربما هي صورة المعزيرة هذه الصورة نقوم بحزفها نقوم بحزفها من التصميم الجديد نقوم بحزفها نرى هذا Add New Page هذه الصورة ليست بها حقوق نقوم بحزف هذه الصورة ونقوم بوضع هذه الصورة الجديدة هنا نقوم بتصغيرها هكذا ونقوم بكتابة أفضل الأدوات نضيف نص آخر من هنا text ونقوم بكتابة أفضل الأدوات باللغة العربية نقوم بتحويل اللغة ونقوم بكتابة أفضل الأدوات أفضل الأدوات هكذا أفضل المعزيرة أفضل الأدوات نقوم بتكبيرها قليلا نغير اللون نضعه بالأزرق نضع الحدود effect من هنا هكذا نقوم بتغيير الحدود إلى اللون الأسود نقوم بتكبيرهم أيضا أفضل الأدوات للمدونين نقوم بنسخ هذه الصورة هكذا هنا المعزيرة هذا النص ونقوم بكتابة للمدونين للمدونات أفضل الأدوات للمدونات للمدونات أفضل الأدوات للمدونات هكذا ويمكننا كتابة مثلا هنا نص صغير هكذا حتى يكون كحقوق طبع النشر للموقع الخاص بنا بهذا الشكل نقوم بفتح الموقع ونقوم بنسخ هذا الرابط هكذا انظر ووضعه هنا هكذا المعزيرة هكذا هكذا نقوم بتغيير اللون 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 من هنا نعمله نغير اللون إلى الأبيض نقوم بتكبيره قليلا ونقوم بـ هكذا نضعه في أجل جنب أو هنا ونضع هنا كرة أرضية صغيرة أو يعني هكذا كرة أرضية كرة أرضية هكذا نرى يعني دائما أخطئ وأكتب في البحث عن التكست نقوم بالتوجه هنا إلى الديزاين هكذا ونبحث هنا الأشكال ونقوم بالبحث أنظر توجهنا إلى الأشكال ونقوم بالبحث عن بعض الصور يعني هذه الصور كلها برو لدينا هذه الصورة ليست برو نقوم بتصغيرها نقوم بضبطها ووضعها هنا نقوم باختيار اللون نقوم باختيار لها لون مثلا أصفر هكذا أصفر هكذا ونضعها في هذا المكان أو نقوم باختيار اللون الأزرق يفضل اللون الأزرق من هنا نختار اللون الأزرق ونضعها بجانب الموقع رابط الموقع هكذا نقوم بحزف هذه الصورة أخذنا منها ما نحتاج إذن بهذا نكون قد أنشأنا أول صورة نقوم بحفظها بهذا الشكل نتوجه إلى هنا ونقوم بالنزل ونقوم بالضغط على داولوند ونقوم بتركها هكذا جي بي جي أو بي ان جي اختر ما تريد وقوم بالضغط هنا على داولوند سوف يتم تحميل معك الصورة بهذا الشكل كما نرى بعد تحميلها نقوم بالضغط عليها حتى نقوم بفتحها ونرى الصورة الخاصة بنا إذن هذه هي الصورة نقوم بتكبيرها حتى نراها بعد إنشاء الصور نقوم بوضعها داخل المقالات الخاصة بنا إذن في هذه الحلقة أنشأنا الصور وتعرفنا على المقاسات في الحلقة القادمة سوف نقوم بإنشاء بعض المقالات حتى نقوم بتركيب القالب وتركيب الصفحات الرئيسية نلتقي في موضوع آخر السلام عليكم